اشتركوا في القناة نتائج الانتخابات على الطاولة الشيخ الخنجر والحكيم يشددان على ضرورة النظر في طعون المرشحين وتفادي الأزمات اعتصامات رفض نتائج الانتخابات تدخل يومها الثالث العد اليدوي الشامل مطلب أساس والمفوضية تقول إجراء بعيد المناع وعلى وقع موجة رابعة تجتاح العالم تفاؤل حذر في العراق تجاه انخفاض إصابات كورونا وعزوف عن التلقيح ينذر بالخطر مرحبا بكم مجددا والبداية من آخر مستجدات نتائج الانتخابات حيث التقى رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم وبحث معه تطورات المشهد السياسي ونتائج الانتخابات وضرورة النظر في كل الطعون المقدمة من القوى السياسية والمرشحين واتباع المسار القانوني والسلمي في ذلك وشدد الجانبان على أهمية تحمل الجميع مسؤولية الانتصار للمصلحة العراقية التي تسمو على كل المصالح الخاصة وكدين في الوقت نفسه أن الانتخابات جاءت لمعالجة أزمة سياسية شهيدها العراق عام 2019 ولا بد من دعم نتائجها للمسار السياسي ومنع حدوث أزمة جديدة وعلن المرشح الفائز في الانتخابات التشريعية مشعان الجبور انضمامها بشكل رسمي إلى تحالف عزم بقيادة الشيخ خميس الخنجر وكتب الجبور في تغريدة على تويتر أعلن انضمامي إلى تحالف عزم بقيادة الشيخ خميس الخنجر وسأعمل على تشكيل تحالف واسع يمكننا من تحقيق تطلعات أهلنا بتشريع قانون للعفو وكشف مصير المغيبين وإعادة النازحين وتعمير المدن المدمرة وحسم ملف تعويضات وحل مشكلة تشابه الأزمة وإلغاء بدعة التصاريح الأمنية أذا ويواصل العشرات من أنصار المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات اعتصامهم أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد لليوم الثالث على التوالي وجدد المعتصمون رفضهم لنتائج الانتخابات المعلنة من قبل المفوضية وطالبوا بضرورة العد والفرز اليدوي وإنصاف أصواتهم التي سرقت على حد وصفهم وأن العملية الانتخابية لم تكن بالنزاهة المطلوبة لكي يعترف بنتائجها وذلك وسط دعوات للتصعيد وتهديدات باقتحام المنطقة الخضراء ولليوم الثالث على التوالي أيضا تواصل جماهير المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات في ذيقار اعتصامهم أمام مقر مفوضية الانتخابات في الناصرية للمطالبة بكشف عمليات التزوير التي رافقت عمليتي الاقتراع الخاص والعام بحسب تعبيرهم هذا وردد المحتجون شعارات تندد بالتزوير وعمليات التلاعب بالأصوات الانتخابية ودعوا القضاء إلى التدخل والتحقيق الجدي بكل شبهات كما أكدوا ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات هذا وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني أن التظاهر السلمي حق دستوري على لا يتضمن تجاوز على القانون وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة مضيفا أن أمن أو من واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي ودع المحتجون المتظاهرون إلى التعاون مع القوات الأمنية من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن وأكدوا توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بأهمية التحلي بالانضباط الأعالي والحفاظ على سير الحياة العامة فيما شدد الاجتماع على أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها وجدد الكاظمي أيضا على التزام الحكومة بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد من أي تهديد في إطار ذلك جدد مرشح تحالف عزم في محافظة نينة وحسان الدين العبار تأكيده أن العد والفرز يدويا ومطابقة البصمات هم الحل الأمثل لكثير من الإشكالات التي نتجت من نتائج الانتخابات نحن قدمنا الطعون بالعدوى الفرز اليدوي لأن نعتقد اليوم العدوى الفرز اليدوي مع مطابقة البصمات هي الحل الأمثل لكثير من الإشكالات الموجودة ناخبين اليوم يطالبون بحقوقهم بأصواتهم لأن كنا مؤملين ويتأملون أن هذه الانتخابات تكون انتخابات نزيهة وحقيقية لكن لاحظنا الكثير من الخروقات التي جرت فيها التحالف عزم اليوم هو مطالب بإعادة العد والفرز اليدوي على مستوى كل المحطات في كل الدوائر وفي كل المحافظات العراقية لأن نعتقد هناك تدبير ومؤامرة حصلت على عزم وبقية الكتل باستبعادة من هذه الانتخابات من جهة أخرى طالب ائتلاف الوطنية بإعادة العد والفرز يدويا في جميع المحطات الانتخابية مؤكدا أن قانون الانتخابات يفرض على مفوضية الانتخابات إعادة العد والفرز في حال تقديم الطعون في نتائج تلك المحطات من قبل الكيانات السياسية نطالب بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع استناد إلى المادة 38 من قانون مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 التي نصت على المفوضية إجراء عملية العد والفرز اليدوي لكل مركز أو محطة يتم الطعن فيها وما يزال الضغط السياسي بالنزول إلى الشارع والاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء ومثلان تصعيدا ينسجم مع دعوة الأطار التنسيقي الرافض للمفوضات قبل نظر المفوضية في الشكاوى والطعون التي تقدمت بها قواها على نتائج الانتخابات المزيد في التقرير التالي ضغط باستخدام الجمهور ونزوله إلى الشارع صورة تتصدر المشهدين السياسي والانتخابي في العراق وسط تصعيد متواصل من خلال الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء فالإطار التنسيقي يرفض المفوضات قبل نظر المفوضية في الشكاوى والطعون التي تقدمت بها قواه وتقديم الأدلة القانونية على أي نتيجة نهائية فهل سينجح الإطار في ممارسة الضغط؟ الجواب جاء على النحو التالي بالتأكيد الشارع هو الذي يملك القرار السياسي في الساحة السياسية بالتالي نحن أملنا بأبناء الشعب العراقي أن يطالبوا بحقوقهم هذه المسلوبة لن نسمح مثل ما مرت الانتخابات 2018 من التزوير وسرقة الأصوات وحرق السنادق سوف لن نسمح بتمرير هذه الانتخابات ما شابها من العمليات التزوير وسلب حقوق المرشحين وسلب الحقوق الناخبين أيضا بسرقة أصواتهم وعلى ما يبدو فإن الأمور تتجه نحو التوافقات السياسية لجميع الكتل بغض النظر عن نتائج الانتخابات وبخلاف ذلك فإنه من الصعب المضي باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قياسي الاعتراض عن نتائج حق مشروع والأصرار حق مشروع كل يبحث عن حقه صوتي وطن كل مواطن يعتقد صوته وطن فمن حقه يعترض ويصر لأنه النتيجة كل المؤشرات تقول مصحيحة ينجح إن شاء الله إذا أكو إرادة حقيقية ينجح وذا همينه مصارى التسويات ينجح وذا أكو فعلا احترام لإرادة المواطن ينجح أي ضغط يأثر لكن أشوف الضغط على القانون وعالمفوضية عن طريقة طعون أعتقد يكون أفضل احتجاجات الشارع للمفوضية بحسب مراقبين ستعيد حق المرشحين الذين أظهرت نتائج أشريطتهم الانتخابية اختلافات عن النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات على لا تبقى الأخيرة متزمتة برأيها في عدم إعادة العد والفرز يدويا في عموم البلاد من بغداد أنس يوسف قناة الفلوجة انتخابيا أيضا عدت مفوضية الانتخابات إعادة عد وفرز الأصوات يدويا لجميع المحطات وفي جميع المحافظات أمرا صعبا فيما أشارت إلى أنه في حال تشخيص خلل في مركز اقتراع أو محطة فمن الممكن إعادة فرزها بهذه الطريقة المفوضية أوضحت أن مجلس المفوضين يصدق نتائج الانتخابات بعد إكمال الهيئة القضائية مراجعة نتائج الطعون سواء بالرد أو القبول مبينا أن الطعون المقدمة في النتائج ترفع إلى الهيئة القضائية وهي من تثبت وتبت بالموضوع وليست المفوضية كما وأكدت أنه بمجرد إكمال هذه العملية تعلن المفوضية أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان ثم ترفعها إلى المحكمة الاتحادية لتصديقها هذا وكانت المفوضية قد أعلنت أمس تسلمها عددا من الطعون المقدمة من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الأقتراعين العام والخاص مضيفة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوى المشاركة في الانتخابات وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف خلال مؤتمر صحفي إن عدد الطعون التي تسلمتها المفوضية من قبل المرشحين المعترضين على النتائج المعلنة تجاوزت ألفا وأربعمائة طعم وبين خلف أنه في حال ثبت صحة الطعون بالأدلة سيتم فتح المحطات المطعون فيها وفرز أصواتها وعدها يدويا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين وعلى ذوء ذلك سيصدر قرار أولي قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى وضيع عن انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاصي والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة 39 خامس نجيم من قانون الانتخابات وسيحال المخالف إلى المحاكم المختصة وفقا للإجراءات القانونية نؤكد مرة أخرى أن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع وأن وجود القضاء في هذه المؤسسة ما هو إلا لأن تكون المفوضية حامية أمينة لأصوات الجميع وأن مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية أثناء ذلك أكد محللون وحقوقيون أن إشكالية الكتلة الأكبر تعد العقبة الأكبر أمام منصب رئيس الوزراء الحساسي والمهم مبينين أن الخلافة سيكون في تفسير مفهوم الكتلة الأكبر هل هي التي فازت بأكبر عدد من المقاعد أم الكتلة التي تتشكل من تحالف كتل أخرى بحيث تحصل على مقاعد أكثر؟ يظل موضوع الكتلة الأكبر أو الأصح كما ورد في الدستور الكتلة النيابية الأكثر عددا هو موضوع قديم وجديد ومتجدد لا سيما وأنه في كل انتخابات يظهر هذا الموضوع لصعوبة تحديد هذا الموضوع بسبب أن الكتلة الخاسرة أو الأحزاب الخاسرة تحاول أن تستند على أي نص في سبيل أن تحظى بترشيح رئيس الوزراء القادم تفسيرات المحكمة الاتحادية بهذا المادة 76 أولا من الدستور العراقي حيث نص على أن الرئيس الجمهورية يكلف الكتلة النيابية الأكثر العددا هذه المادة كان المقصود به قبل أن يكون هناك تفسير للمحكمة الاتحادية الكتلة الفائزة بأكثر عدد مقاعد النيابية لبرلمان العراقي ولكن المحكمة الاتحادية العليا حينها عندما فسر بأن تكون هذه الكتلة الأكبر عددا في برلمان العراقي يعني النواب أدوا قسم الدستوري ثم يعني شكلوا كتلة أكبر هذه المادة اليوم تعود الجدل عليها ويتم التفاف على معنى هذه التفسير أو حتى المادة الأصلية أو معنى الأصلي في الدستور العراقي صحيا أبدت وزارة الصحة العراقية تفاؤلا يشوبه الحذر إزاء الموقف الوبائي في البلاد وانخفاض الإصابات بفيروس كورونا وبينت الوزارة في بيان لها أن الفيروسات بجميع أنواعها معرضة للطفرات الجينية قصيرة المدى وبعيدة الأثر وأن سبب هذه التحورات الجينية هو نزول موجات وبائية لفيروس معين وأكدة أن العراق لم يصل حتى الآن إلى الموجة الرابعة لكورونا ولكن البلد معرض لدخول هذه الموجة بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة الرابعة لفيروس كورونا تجتاح دولا عدة حول العالم وذكرت الصحة العالمية أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد إصابات كورونا تقدر بسبعة في المئة الأسبوع الماضي وأشارت المنظمة إلى أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت تزايدا في أعداد الحالات وحذرت من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرض تهديدا على القارة وبالتزام مع التحذيرات العالمية من الموجة الرابعة لفيروس كورونا طفرة جديدة من سلالة دلتا تتسلل إلى روسيا بحسب معهد علوم الأوبئة الروسي الذي حذر من تفشي هذا المتحور على نطاق واسع في العالم المزيد في سياق هذا التقرير في وقت يقاوم فيه العالم وباء كورونا الذي كان سببا في خسارة أرواح كثيرين وضعف الاقتصاد تسللت طفرة تدعى AY42 من سلالة دلتا لفيروس كورونا في روسيا حيث اكتشفت إصابات فردية بحسب معهد علوم الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسي الذي حذر من احتمال تفشيه على نطاق واسع في العالم المعهد أكد أن اللقاحات المستخدمة في روسيا فعالة جدا ضد هذا المتحور الجديد كونه لا يختلف عن السلالات السابقة لدرجة يمكن أن يؤثر بشكل جذري في قدرته على الارتباط بالأجسام المضادة لكنه يمكن أن يكون له علاقة بقابلية العدوى للانتقال أكثر من مدى شدة المرض وقبل روسيا أعلنت وزارة الصحة البريطانية انتشار متحور من سلالة دلتا في بلدها والذي قد يكون وفقا لعلماء بريطانيين أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10 إلى 15% من سلالة دلتا الأصلية العلماء في كل العالم ما زالوا يواجهون وباء هو الأشرس منذ عقود حطب اقتصاد دول غنية وغير حياة سكان الأرض منذ ظهوره عام 2019 أمنيا أعلنت خلية الإعلام الأمني إحباط محاولة الاستهداف أرتال دعم لوجستي في محافظة بابل وقالت الخلية في بيان إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكتيف الجهود الاستخبارية تمكنت وزارة الداخلية من خلال المسح الميدانية من إحباط محاولة استهداف أرتال دعم لوجستي بثلاث عبوات ناسفة على الطريق السريع قرب جسري صفر والثالث عشر وأضاف البيان أنه تم تفجير جميع العبوات في مواقعها أثناء ذلك أعلنت قيادة العمليات في بغداد ضبط حزامين ناسفين وعبوات لاسقة معد للتفجير في منطقة النباعي شمالية العاصمة بعد أورود معلومات استخبارية وأوضحت القيادة أن قوة من الجيش وبالتعاون مع المواطنين ضبطت خمس عبوات ناسفة مختلفة الأنواع عبوتين لاسقتين ومادة السيفور وخمسة أجهزة موبايل تستخدم في عمليات التفجير ودوائر كهربائية وكمية من الكرات الحديدية مؤكدة أن العناصر الإرهابية كانت تنوي نقل الكدس وتغيير مكانه وفي غضون ذلك ترأس العراق أمس الأربعاء في تونس جلسة المؤتمر العربي الرابع والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب برئاسة جمهورية العراق متمثلة بمستشار وزير الداخلية وأكدت وزارة الداخلية مشاركة بممثلين عن المنظمات الدولية الانتربول والجامعة العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وعدد من البنود المهمة عن كيفية مكافحة الإرهاب والسبل الكفيلة بتجفيف منابعه من خلال تبادل المعلومات وإنشاء قواعد بيانات بين الدول العربية فضلاً عن مكافحة تجنيد الأطفال ومنع استغلالهم من قبل تلك الجماعات والحد من تنقل العناصر الإرهابية بين البلدان وفي شأن آخر أعلنت وزارة الخارجية مشاركة بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني برفع اسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول العالية المخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأوضحت الخارجية أن الفريق الفني استعرض منجزات منظومة العراق وآخر التطورات التي طرأت على قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأنواع الجهة الرقابية وعملها كمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة تجميد أموال الإرهابيين والمؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة والسلطة القضائية وأهم إنجازات العراق بموجب الستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المدة الواقعة بين 2017 إلى 2020 تجربة التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد لم تكن تجربة جيدة بالنسبة لأهالي الطلبة في العراق بسبب ضعف الإمكانات التقنية والظروف المادية فيما لاقت تعليم وجها لوجه والعودة للصفوف الدراسية ترحيبا من الأهالي والطلبة العراقية المزيد في سياق هذا التقرير مع بدء العام الدراسي انطلقت المطالب بالدوام الحضوري والابتعاد عن الإلكترونية الذي أدى إلى تدني المستوى التعليمي بحسب الأهالي فالمتابعات والتدرس داخل المنازل بعيدا عن الأسرة التعليمية زاد معاناة الأهالي الدراسة الإلكترونية بكاه الأخر يضاف إلى العائلة العراقية أنا كأب اليوم دنعاني أنا والأم يعني بدراسة ابننا داخل المنزل عبر الدراسة الإلكترونية وبالمحصلة هو الطفل أصلا ما راح يستفى شيء في هذه الدراسة الدراسة الحضورية أعتقد صارت لازم ملزمة وزارة التربية على إداءة الدراسات الحضورية لأن التجمعات هي أصلا موجودة إذا حتشوا على كورونا عدم استيعاب الدروس بالإضافة إلى عدم قدرة جميع الطلباء على استخدام الأنترنيات أو عدم توفر الأجهزة تسبب برسوب عداد كبيرة من الطلباء ومع افتقار عدة مناطق لهذه الخدمات دفع الطلباء والأخالية للمطالبة بعادة الدوام الحضورية الدراسة الإلكترونية لا نفتهم عدة كل شيء نتمنى أن ندرسه ونرجع لمدارس هذه الدراسة مالتنا على الإلكترون وواحد ما عنده ترنية وناس ما عندها جهزة يعني لي يجبوا العالم وكوناس ما عندها من يجبوا لها عندها ترنية ومبايلات من يجبوا العالم ولا تقتصر معاناة الأهل على الدراسة الإلكترونية أو الحضورية فحاسبة فالتجهيزات المدرسية والدوام المزدوج والأعداد الكبيرة للطلباء في المدرسة الواحدة يظهر حجم الواقع التعليمي المأساوي الذي انحضر إليه العراق بعد عام 2003 ما هو دور الدولة في الوقت الذي يعني تحمل عائل عراقي أعباء المصاريف وإجور المواد والمستلزمات المدرسية هذا أيضا من جانب يعني يشكل عيبا كبيرا على الدولة والحكومة من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة بعد أكثر من خمسة أشهر من عمل الشركة المنافذة لمشروع مجاري سامراء الكبير يتوقف العمل بالمشروع اليوم لعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة التي من المفترض على الشركة التزام والتفاصيل في سياق هذا التقارير سامراء المدينة التاريخية التي عانت لعقود طويلة تحوي أملها أنباء عن تسلم شركة عالمية رصينة مشروع مجاري الصرف الصحي أهم مشاريع البنى التحتية فيها هذه الآمال تبددت بتحويل المشاريع إلى شركة متلكئة لم تنجز العمل بالرغم من المبلغ الضخم الذي بلغ 360 مليار دينار وما أثار القضية هو سبب الحفريات بوفاة طفل أثر سقوطه فيها وسقوط عدد كبير من المركبات بالإضافة إلى خراب عدد من الشوارع وأخيرا تم يقاف العمل من قبل محافظ صلاح الدين استبشرنا خير بهذا المشروع على اعتبار هذا مشروع حيوي سرعان ما هذا الحلم تلاشى لدى أهالي مدينة سامرة أضرار هواية، الضرر الأول الاقتصادي، الضرر الثاني الخدمي مشروع بألف علامة استفهام طريقة التنفيذ، طريقة العمل، عمل عشوائي صراحة هذا المشروع ضرن مضرة كبيرة جدا معاناة كبيرة تحدث عنها المواطنون بعد أكثر من خمسة أشهر على بدء العمل أبرزها تهالك مركباتهم جراء الحفريات في الشوارع والتقاطعات فضلا عن الأتربة التي تتصاعد والتخوف الأكبر من موسم الأمطار ما سيسبب تخصفات في الشوارع وعدد كبير من المحال التجارية الأمر الذي يزيد من الوضع المأساوي سوءا اليوم مدينتنا اندمرت، مدينتنا تخربت مدينتنا ما بها أي عمل منذ 18 سنة إلى حد الآن ماكو أي عمل بالمستوى المطلوب المشاريع التي تأتي متلكئة، مشاريع بها فساد هذه المدينة أعتبرها المدينة المنكوبة يعني أريد مشروع يجي مسؤول يقول أنا سويت المشروع الفلاني لا المستشفى الألماني، لا المستشفى الغير لا لدينا أي خدمات ويقولون عليها عاصمة الحضارة الإسلامية زين لما نقول عاصمة الحضارة الإسلامية لا بيها مجاري، لا بيها شارع مبلط لا بيها خدمات، لا بيها أبسط مترفه لبعض العوائل صعوبات كبيرة واجهت المدينة منها أمنية ومنها خدمية أثقلت كاهل المواطن فيما عادت خيبات الأمل بعمل الشركة وتوقف العمل لتجد المدينة نفسها بعيدة عن كونها عاصمة للحضارة الإسلامية في العراق من صلاح الدين عبد المنعم الواسي قناة الفلوجة ضقى قضاء الشطرة ذرعاً بالمدينة الجامعية المقرر إنشاؤها هناك فبعد سبع سنوات على وضع حجر أساسها لم تجد الجهة المعنية مساحة لإنشاء الجامعة إلا في مجمع مدارس ومعسكر تابع لقيادة عمليات سور التفاصيل في هذا التقرير سبع سنوات مرت على وضع حجر الأساس للمدينة الجامعية في الشطرة التي كان من المفترض أن تنشأ على أرض مساحتها أكثر من خمسين دونمان في القضاء إلا أنها تأخرت بسبب عدم وجود منشآت لها إلا أن تم تخصيص وساحة لها هذا العام لكن المشكلة هي أن مقر المدينة الجامعية يقع في مجمع لمدارس القضاء إضافة إلى معسكر مهجور تابع لقيادة عمليات سومرة ليصبح مقر لها اليوم نحن بحاجة المدارس اليوم أطفال ندام ثلاثة ورباعي نتفاجأ بقرار تربية وزارة التعليم تطل مدارس جامعة الشطرة على موضي شير بها دوام استعدادات كلية جديدة يعني وين صار أول مرة نشوف نجامل على حساب أبناء على حساب طلبتنا يعني هي مدرسة شون تطيها القسم كلية زين عدنا جامعة خاصة بالشطرة من 2014 وضع حجر الأساس لحد الآن بقت بس حجر الأساس والقاع موجودة اليوم الكل يعرف أن الدوامات مزدوجة في عدد كبير من مدارس المحافظة وزخم كبير يعاني من أغلب الطلبة والتلاميذ كان من المفروض أن يتم استعداد مدارس إضافية للطلبة وترك هذه المدرسة عدم استخدامها من قبل التربية أو وزارة التعليم العالي للحرم الجامعي كان المفروض أن يكون هناك كليات جديدة وبحسب متخصصين فالذيقار تعاني نقصا حادا في الأبنية المدرسية حيث تحتاج إلى أكثر من أربعمائة مدرسة لفك الدوام الثنائي والثلاثي واكتظاظ الصفوف بالطلبة إضافة إلى التخلص من 96 مدرسة طينية ما تزال موجودة إلى هذه اللحظة لا زالت المشكلة تلاحقنا مشكلة الدوامات والثلاثي وغيرها وهذه بالتالي رح تنعكس سلبا على الطالب أو على التلميذ لذلك هذه المشكلة لا زالت إلى حد هذه اللحظة على الرغم نسمع بتخصيصات مالية ورح نبني مدارس وغيرها إلا أنه لحد الآن هذه المشكلة موجودة وبالتالي الطالب ما رح ياخذ استحقاقه وحقه من الدروس ويعاني قطاع التعليم في ذيقار من نقص كبير بعدد المباني المدرسية وإزدواج الدوام وإكتظاظ القاعات الدراسية يضاف إليها إشغال قسم من مباني كحرم جامعي لبعض الكليات من ذيقار سعد الركابي قناة الفلوجة إلى هنا نصل إلى ختام النشر وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها نتائج الانتخابات على الطاولة الشيخ الخنجر والحكيم يشددان على ضرورة النظر في طعون المرشحين وتفادي الأزمات اعتصامات رفض نتائج الانتخابات تدخل يومها الثالث العد اليدوي الشامل مطلب أساس والمفوضية تقول إجراء بعيد منها على وقع موجة رابعة تجتاح العالم تفاؤل حذر في العراق تجاه انخفاض إصابات كورونا وعزوف عن التلقيح ينذر بالخطر مشاهدين إلى هنا نصب للختم بالمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الخاصة بقناة الفلوجة شكرا لطيب المتابعة والإلقاء اشتركوا في القناة